مرحبا بكم على قناة عالمنا. قارئ الجثث. من معطيات بسيطة ومحدودة جدا وباستخدام المعارف المتراكمة يقدر على سبر الأغوار وكأنه عراف، لكنه لا يعتمد العرافة بل المنهجية العلمية. نعيش انتصارات علمية جديدة تقريبا في كل يوم، كما يتزايد اعتمادنا على العلم والتكنولوجيا يوما بعد الآخر، إلا أن حكايات العلم ما زالت قادرة على إدهاشنا، ربما اعتدنا على عالمنا العلمي الحديث، لكننا فورا نسأل ونحاول أن نتعمق في التفاصيل، تقفز الدهشة إلى وجوهنا من جديد. في كتابي، قارئ الجثث، لسيد نيسميث، والذي عكف على ترجماته إلى العربية مصطفى عبيد، نقرأ عن الطب الشرعي، وهو علم رزين، له منهجيته وأسليبه، ربما نعرف أن الطبيب الشرعي خبير في استنطاق الأجساد الميتة، وكأنه يحضر أرواح الموت ليسردوا عليه آخر أحداث حياتهم الدرامية، لكننا من فرط اعتيادنا على مشاهدة أدوار الطب الشرعي في المسلسلات والأفلام مختزلة في عدة صفحات مكتوبة ترسل إلى النيابة متضمنة تفاصيل موعد الوفاة، والطريقة التي حدثت بها، ونوع أداة القتل، لم نعد نفكر كثيرا في الكيفية التي يحدث بها كل هذا، فكيف ينجح الطبيب الشرعي في بناء علم كامل للجريمة ومعرفة الكثير من ملابساتها من مجرد معطيات محدودة للغاية، من يطرح مثل هذه الأسئلة ويحاول التفتيش عن الإجابة يعرف قلبه متعة الاندهاش وعقله متعة المعرفة وجلالها شيرلوك هولمز في أحدى القصص المبكرة لشيرلوك هولمز، قال الدكتور واتسن إن المخبرة البوليسية يحتاج إلى ثلاثة أشياء للنجاح، وهي قوة الملاحظة، وقوة التخمين، ونطاق واسع من المعرفة الدقيقة، نحتاج إلى هذه الأمور أيضا عند التشخيص الطبي السليم، لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن الوظيفة الأولى لشيرلوك هولمز كانت الطب، وبالنسبة لهولمز، فإن الصفات الثلاثة تلك اللازمة لنجاح المحقق الخاص كانت في حاجة إلى صفة رابعة هي القدرة على التخيل المنطقي، التي تدار غالبا بواسطة العقل كخاصية أساسية يجب استدعاؤها عندما لا يمكن ملاحظة حقائق أخرى أو استنباط تصورات إضافية في الحقيقة لا تقتصر هذه الصفات الأربع بأي حال على المحقق أو الطبيب أو حتى الطبيب الشرعي، بل هي صفات لازمة لكل ممارس للمنهجية العلمية لقد وجدنا في عالم مجهول تماما بالنسبة لنا، وكان لزاما علينا من أجل البقاء والتطور أن نتعرف عليه وننمي خبراتنا عنه، أخذنا نتقصى ونبني معارفنا بالملاحظة الدقوبة باستخدام حواسنا ومؤخرا باستخدام أدوات آخذة في التعقيد، غير أن الملاحظة وحدها لا تكفي، فهي متشضية ولا تحمل صورة عامة، هنا جاء دور قوة التخمين، وبالتأكيد مسألة تلك التخمينات واختبار منطقها وصحتها وتوسيع نطاق المعارف، ولكن ذلك كله أيضا لا يكفي، فهذه المعارف كلها، لو لم تجتمع في صورة عامة، إطار كامل، نظرية واضحة لبقي الثوب مهلهلا، هنا جاء دور المخيلة النشطة لترتقى الثوب وتصنع حبكة كتب سير آرثر ستانلي إدينغتون في كتابه، طبيعة العالم الفيزيائي يشبه الاكتشاف العلمي محاولة التوفيق بين قطع البازل معا في بازل كبير عظيم للغاية، لدى العالم تكهناته فيما يتعلق بما ستسفر عنه الصورة النهائية، يعتمد اعتمادا كبيرا على تكهناته تلك في بحثه عن القطع الجديدة التي قد تتلاءم، لكن تكهناته تتعدل من نقط إلى آخر بسبب تطورات لم تكن متوقعة مع تقدم عملية التوفيق قارئ الجثث أو على الأرجح قتل أختار مصطفى عبيد أن يطرح ترجمته للكتاب تحت عنوان قارئ الجثث بدلا من العنوان الأصلي على الأرجح قتل، وقد كتب عن ذلك في مقدمته للكتاب، أشار إلى أنه أستشعر من خلال ترجمته لحكايات الكتاب أن قارئ الجثث عنوان أفضل لأنه أمام كاتبا عمله قراءة الجثث مستهدفا الحقيقة بغرض مقاربة العدالة خدمة للبشرية في حين قد لا يحمل العنوان الأصلي هذه الحمولة الدلالية أظن أن عنوان قارئ الجثث أكثر جذبا للقارئ وأبلغ لغويا، بالإضافة إلى ذلك قدمه عبيد مع عنوان شارح مذكرات طبيب تشريح بريطاني في مصر الملكية، وهو في هذه الصورة أكثر تعبيرا بطبيعة الحال عن موضوع الكتاب، إلا أنه بالرغم من ذلك يفتقر إلى الليقين الذي يبشر به العنوان الأصلي، هذا الليقين الأقرب إلى روح العلم وفي ظن أن هذا ما قصد إليه المؤلف تماما، إنها لغة العلم المتشككة دائما والمستعدة تماما لتعديل وجهة نظرها متى نشأت أدلة جديدة، والمنفتحة على كل وجهة نظر وكل تجربة بشرط أن تلتزم بمحددات المنهجية العلمية، لم يقف الأمر عند العنوان، بل نجده يتخلل أجزاء من المتن كذلك، ففي قضية سيدني فوكس الشقي المتهم بقتل أمه، نجد تحليلا للإصابات، وللملابسة، رأى أحد الأطباء في كدمة كانت في الحنجرة والغدة الدرقية دليلا على خنق الإبن لأمه في حين رأى سميث أن العظم اللامية عظم يوجد في الرقبة عند قاعدة اللسان السليمة بالرغم من هشاشته في كبار السن وغياب الجروح في وجه الإبن وعلامات المقاومة أدلة على أن الأمة لم تمت نتيجة خنق أبنها لها، كما أن وجهها لا يحمل أدلة على هذا الخنق مثل تحول الشفاه إلى اللون القرمزي والتجمعة الدموية في الفم والأنف وخروج اللسان وتشنج عضلات العنق والحلقوم في هذه القضية نفسها حاول الادعاء استخدام كتاب الطب الجنائي وهو كتاب ألفه سميث في علم الطب الشرعي ضده، إذ قرأ فقرة تشير إلى أن الخنق قد لا يترك في جميع الأحيان آثاراً واضحة، قد يبدو هذا متناقضاً مع شهادة سميث لصالح المتهم، لكن أي أحد يعرف لغة العلم يدرك أنها معتادة على فتح الباب للاستثناءات ولا تصدر أبداً أحكاماً مطلقة، وهو ما يفسر كل شيء ويزيل أي تناقض ثلاث عظمات صغيرة قد نندهش مما نستطيع أن نعرفه من معطيات تبدو قليلة جداً متى أمتلكنا المعرفة الكافية التي تأكدت عبر سنوات من الملاحظات والافتراضات وتدقيقها ياروي سميث أنه فض يوماً لفافة في مصلحة الطب الشرعي لا تحوي إلا ثلاث عظمات صغيرة وجدتها الشرطة في قعر بئر، أرسلت العظام كإجراء روتيني من دون وجود أي شبهة جنائية؟ أكان المرجح أنها عظام حيواناً، وعلى ذلك فقد اقتصر طلب الشرطة على تحديد ما إذا كانت العظام تخص إنساناً أم حيواناً؟ ياروي سميث، كتبت تقريراً قلت فيه إن هذه عظام سيدة شابة، قصيرة القامة، نحيلة القد، يتراوح عمرها بين 23 و25 عاماً عند وفاتها التي مر عليها ثلاثة أشهر، وذكرت أن هذه الفتاة حملت مرة أو أكثر وأن ساقها اليسرى أقصر قليلاً من ساقها اليمنى، لذا فإنها مصابة بعرج ناتج عن مرض شلل الأطفال منذ صغرها، وأضفت في تقريري أنها قتلت ببندقية محشوة بطلقات مصنعة محلياً وأطلق عليها الرصاص من وضع أفقي على مبعدة ثلاث ياردات، وكان القاتل واقفاً أو جالساً قبالتها ومائلاً قليلاً إلى اليسار، ولم تمت الضحية على الفور ولكنها ماتت بعد إصابتها بنحو سبعة إلى عشرة أيام، وفي الغالب حدثت الوفاة نتيجة إطلاق الرصاص لو ناولنا أحدهم هذه العظمات الثلاث وأنبأنا بكل هذا ثم تحققنا من صحة النبوءة لاعتبرناه ساحراً، لا محالة، وعندما يخبرنا بكيفية وصوله إلى استنتاجاته وأنها مبنية على الأدلة العلمية قد يزول عنا ذهولنا الأول، لتحل محله دهشة من قدرة العلم على تعزيز قدراتنا إلى هذا الحد وتحويلنا إلى سحرة من دون قدرات سحرية أو شعوذة في الحقيقة كانت هذه العظمات ثلاث للفخذين والعجز، تشكل معن عظام الحوض، وحوض الذكر يختلف عن حوض الأنثى، أما العمر فمن الممكن تحديده عن طريق استكشاف التحام العظامي، في هذه الحالة كانت قمة عظمة الفخذ لم تلتحم بشكل نهائي، ويعرف الطبيب الشرعي أن اتحادها يكتمل عندما يكون الإنسان بين 22 و25 عاماً، وبالتالي كان من السهل تحديد عمر الضحية، أما تحديد الزمن المنقضي على الوفاة فتحكمه أمور كثيرة تبدأ بدرجة حرارة الجسد الميت، إذ يفقد حرارته تدريجياً عقب الوفاة مباشرة في زمن يمكن تحديده بتقريب، تبعاً لحدوث الوفاة في الصيف أو في الشتاء، وكذلك تيبس، إذ يبدأ تيبس عضلات جسد الميت بعد ساعتين تقريباً نتيجة تغيرات كيميائية تحدث في العضلات ويصل ذروته مع تيبس كل عضلات الجسد بعد 12 ساعة تقريباً ثم يزول بعد 48 ساعة تقريباً، وكذلك درجة تعفن الجسد وتحلله، وفي هذه الحالة كان هناك فتاة أنسجة ناعمة ملتحمة مع العظم، وهو ما أكد أنها ماتت قبل ثلاثة أشهر، واستنتج سمث أنها حملت سابقاً من وجود حناءات في العظم، أما العرج فتوصل إليه بسبب أن عظمة الورك اليمنى أكبر وأثقل من اليسرى وتجويف عظم الفخد اليمنى كذلك، وهو ما يعني أنه يتحمل وزن الجسم بدرجة أكبر وبالتالي فصاحبته عرجاء، ولأن مصر بلد اشتهرت في ذلك الوقت بمرض شلل الأطفال فرجح أن عرجها ناتج عنه، وعرف أنها ضربت بالرصاص لأنه وجد رصاصة مستقرة في عظم الورك اليمنى وكانت الرصاصة غير منتظمة الأبعاد وبالتالي فهي مصنعة محلياً بشكل بدائي، ودله التجويف الناتج عن الإصابة بالرصاص على تجاه إطلاق النار والمسافة، وقد أظهر موضع الإصابة تعرية للعظام وهو ما يعني حدوث تقيح للجرح، ما يؤكد أن الوفاة لم تحدث مباشرة علم المقذفات الجنائية لا شك أن الطب الشرعية لا يقتصر في ممارسته على التشريح والقراءة المباشرة للجثث، بل يحتاج في كثير من الأحيان إلى أدوات كثيرة واختبارات معملية خاصة، وقد استفاد بالتأكيد من تطور الاختبارات الكيميائية الحديثة وطرق الكشف عن السموم وأخيراً اختبارات الحمض النووي وغيرها، إذ تساعد هذه الاختبارات جميعها الطبيب الشرعية في الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه يروي لنا سيميث لغزاً اعتمد في حله على الإرهاصات الأولى لما سماه علم المقذفات الجنائية، وهو لغز الاغتيالات السياسية التي انتشرت في مصر عقب ثورة 1919، إذ ترك الطبيب الشرعي الجثثة، وحاول أن يتعقب مرتكبي تلك الاغتيالات من خلال قراءة الرصاص الذي استخدموه، إن أي رصاصة تندفع من مصورة سلاح ناري تحمل بصمة مصورة هذا السلاح، إذ تترك عليها حزوزاً مميزةً، وتتنوع الحزوز المتوازية من سلاح إلى أخرى ومن نوع إلى نوع ثاني، ويكون هذا التنوع في العدد، والإتجاه، وعرض الانحراف، والعمق، وهنا، فإن مقذوف مسدس الخدمة، ويبلي له سبعة حزوز منحرفة ناحية اليمين، أما مقذوف مسدس كولت، فله ستة حزوز ناحية اليسار، ويلي ذلك أن لكل رصاصة علامات تميز طريقة السلاح لمستخدم ونوعه، والمكان الذي أطلقت منه، لكن هذا ليس كل شيء، فعندما قمنا بدراسة الرصاصات تحت الميكروسكوب وجدنا أنه إلى جانب اختلافات الخشخنة، فهناك اختلافات فردية في بعض الحزوز الناتجة، وهو ما يمكن أن يشير إلى سلاح بعينه، كذلك فإن هناك بقع لونية تحدد صدأ سلاح ما أو درجة تشكل معدنه أحكم سميث قبضة الاتهام على أعضاء التنظيم، عندما أثبت أن الرصاص الذي استخرج من جثث القتل قد خرج من المسدسات التي عثر عليها بحوزتهم استخدم سميث هذه المسدسات في إطلاق عشرات الرصاصات على أجولة ممتلئة بالرمال ثم جمع الرصاصات ودرس العلامات التي حفرت عليها نتيجة دفاعها بداخل ماسورة السلاح، ثم قارن نمط العلامات بذلك الموجود على الرصاصات المستخرجة من جثث الذين جرى اغتيالهم، وعندما أثبت التماثل لم يعد ثم تشكون في أن هذه الأسلحة المضبوطة هي الأسلحة التي استخدمت في الاغتيال، إن هذا الأمر صار بدهيا الآن، ولكنه كان يبدو ثوريا منذ مئة عاما ختاماً، يتميز الطب الشرعي بكل شروط الممارسة العلمية، فهو محاولة لبناء مشهد كامل انطلاقاً من معطيات محددة ومنهجية خاصة لضبط عملية البناء، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون ممارسة الطبيب الشرعي ممارسة موضوعية، لا تهمها الأهواء أو الاعتبارات الشخصية، رأينا سيدني سميث يشهد لصالح مجرم عتيد لأن الأدلة في هذه القضية في صفه، رأيناه كذلك يدين تنظيماً وطنياً للاغتيالات السياسية، لكنه في الوقت ذاته وفي موضع آخر يؤكد أن الرصاص الذي قتل به البعض خلال تظاهرة احتفال بسعد زغلول لم يطلقه مناصر زغلول بل أطلقه الخفر غير الرسميين لأنه يترك ثقباً مربعة، وبالتالي فهو مقضفة بدائية يستخدمها الخفر، وفي أحداث أخرى خلال ثورة 1919 أثبت أن الرصاص الذي قتل به بعض المتظاهرين هو رصاص حكومي يستخدمه جيش الاحتلال جاءت ترجمة الكتاب جيدة جداً بالرغم من احتشاده بمصطلحات الطب الشرعي، وربما لم أعاني من بعض التشوش إلا في موضع واحد عندما أشار سيميث إلى أن وباء التفود لا ينتشر إلا في وجود القمل، وفي حقيقة الأمر فالتفود مرض ينتشر نتيجة تناول طعام ملوث، أما الوباء الذي يحتاج في انتشاره إلى القمل فهو وباء التفوس، وهما مرضان مختلفان ولأن النص الأجنبية ليس بحوزة فلا أعلم، صراحة عندما نقع الخطأ، وإن كان الراجح أنه خطأ في الترجمة يمثل هذا الكتاب نموذجاً للكتابة العلمية للعامة، إذ يربط العلم بالحياة والأحداث التاريخية والقصص المثيرة والتجارب الشخصية، وهو ما يكسب الكتاب حيوية خاصة وأهمية كبيرة شكراً على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديداً